الأردن يحتفي مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إعلان إربد عاصمة للثقافة العربية سيكون معنا معا للدكتور محمد ولد عمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لنتحدث عن هذه الاحتفالية وأيضا نتحدث عن موضوع أسس اللي بتم عليها أو بتم من خلالها اختيار العواصم العربية صباح الخير أهلا وسهلا فيكم عليكم نورت الأردن سعيد مني موجود اليوم في الأردن وبهذه المناسبة المتميزة الثقافية العربية نعم نحن أسعد ونورتنا في الأردن أهلا بك وفي البداية نتحدث عن الأردن تحديدا التي تحتفي مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإعلان إربد عاصمة الثقافة العربية بداية نتحدث عن مشروع العواصم الثقافية وما بدأ انعكاسها على مدى السنوات السابقة حتى اليوم مشروع العواصم الثقافية بدأت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من 1996 وإلى اليوم حتى 2026 ستكتمل المرحلة لله وبعد نبدأ في المرحلة الثانية مررنا على أغلبية العواصم العربية وحتى أن مررنا على بعض المدن داخل دولنا العربية المهم من هذا المشروع هو مشروع ثقافي متكامل من أجل تسليط الضوء على وحدة من المدننا العربية هذا التسليط الضوء هو في كل الأبعاد لهذه المدينة بعدها الشغرافي بعدها التاريخي بعدها الثقافي في إشعاءها الحضاري في دولنا العربية لذا جاءت العواصم الثقافية العربية كبرنامج للمنظمة من أجلاء أعطاء صورة ثقافية لدولنا العربية والتنوع الثقافي الموجود دولنا العربية صحيح يوجد المشترك في دولنا العربية لكن المساحة الجغرافية في دولنا العربية وطربيعة التلاقح الحضاري المختلف في دولنا العربية وبالذات للأطراف مكن دولنا العربية في بعض مدنها أن تكون عندها طعم خاص لذا جاءت فكرة العواصم الثقافية من أجل أنها تحيي المشترك في دولنا العربية وهو الهوية العربية الثقافية الموجودة لكن تسليط الضوء على الخصوصية لكل مدينة عربية تم اختيارها السنة الماضية كانت أريحة ببعديها الديني والحضاري هذا العام إربط السنة القادمة ستكون بورت سودان وهكذا تنتقل الثقافات عن طريق العواصم الثقافية العربية في كل دولنا العربية من أجل إعطاء الصورة والصورة الصحيحة للثقافة العربية في دولنا العربية معليك السنة تم اختيار عروس الشمال إربط أن تكون عاصمة للثقافة العربية بداية الخير تحدث عن الترشح وملف الترشح والأسس التي يتم اختيار أو الموافق على اختيار أن تكون هذه المدينة عاصمة للثقافة العربية اخترت عمان سنة 2002 كعاصمة للثقافة العربية الآن اربط في الغالب الدولة العربية تقوم بتقديم واحدة من مدنها أو مدينتين التي تكون عاصمة للثقافة العربية المنظمة العربية من خلال اللجنة الدائمة للثقافة العربية تقوم بترتيب هذه الطلبات وانطلاقا من ترتيب الطلبات والتوزع الجغرافي للعاصمة الثقافية في دولنا العربية تقوم المنظمة باختيار العاصمة الثقافية على مجموعة من الأبعاد منها الفني ومنها الجغرافي ومنها أيضا حتى الدورية بين دولنا العربية حتى تظل عاصمة الثقافة هي إشعاء في كل مرة في واحدة من دولنا العربية من أجل إعطاء صورة كاملة للثقافة العربية اختيار عروس الشمال كان متميزا للأردن لأنها المدينة الأردنية الثانية التي تم اختيارها وبالتالي تسليط الضوء على هذه المدينة ببعدها الثقافي ببعدها التعليمي ببعدها الجغرافي ببعدها حتى الحضاري بتفكيرها بعقليات أفرادها إذن هو نشاط سيكون خلال سنة كاملة بإذن الله في الأردن بموجب هذا النشاط سيكون فيه السلسلة من الأنشطة تقيمها وزارة الثقافة الأردنية مشكورة وبهذه المناسبة أشكر وزيرة الثقافة والقائمين في هذا الحقل على الإعداد الجيد لهذه التظاهرة وعلى سرعة الاستجابة لكل طلبات المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم وعلى التنسيق الجيد معهم ونتمنى أن هذا يعطي أكله إن شاء الله في التظاهر التي ستبدأ غدا بمشاركة عدة وفود من دولنا العربية وهذه فرصة ليطلع وفودنا العربية على التجربة الأردنية المتميزة في الإعداد لهذه العاصمة ثم أيضا في الأسابيع القادمة ستقام أسابيع ثقافية لبعض دولنا العربية في الأردن سواء مصاحبة المهرجنات الخاصة الوطنية في الأردن أو من خلال إنشطة تختارها السفارات والدولنا العربية من أجل إظهار هذه الأسابيع تظهر ثقافات الدول الأخرى وإن كان يظل المشترك في الدول العربية هوية العربية حضارة الثقافية هذا مشترك لكن ما أقول دائما أن تنوع دولنا العربية وامتداد الجغرافي هو مثل الفواكه لكل دولة عربية طعم خاص عليك وأنت تتحدث الآن ما بدأ تأثير هذا المشروع على أيضا ترويج السياحة في الوطن العربي وتسليط الضوء على هذه المدن التي تعكس دول يعني هي التركيز على عاصمة من عاصمة الدولة وهذا أيضا يروج سياحة لكامل الدولة بالإضافة بموضوع أيضا ترويج السياحة متحدث عن التنافس المنافس الشريفة التي يمكن أن تخلق من خلال هذا المشروع بين الدول لدائما محاولة الوصول إلى معايير اختيار عاصمة بكل دولة دائما أن تكون عاصمة الثقافة العربية هذا المشروع عنده مجموعة من الأبعاد البعد الأول هو بعد إظهار هو رفع مستوى الوعي عند شبابنا العربي اليوم في هذه المرحلة وإعطاءه صورة عن كل مدينة عربية اليوم المتتبع للأنشطة بكرة غدا بإذن الله والأسابيع القادمة عن إربد من موريتانيا إلى العراق إلى الكويت إلى اليمن إلى جزر القمر سيعرف ما هي إربد كعاصمة للثقافة العربية إذن رفعنا مستوى الوعي هذه واحد وإربد أيضا تتقاسم الكثير من الأمور الثقافية مع باقي المملكة وبالتالي إربد فقط كصنف من الأصناف العربية التي موجودة فيها الرسالة الأخرى هي رسالة ثقافية نقول لكل العالم أن دولنا العربية كل مدينة عربية لها عبقها التاريخي الخاص وبالتالي إظهار هذا العبق التاريخي يعطيها هذه الخصوصية البعد الثالث بعد سياحي صحيح نلفت النظر الأجنبي والعربي إلى در وحدة نشجع السياحة المحلية والوطنية في دولنا العربية ونشجع السياحة الداخلية ما بين دولنا العربية وهذا مكسب كبير الذي طلع على ثقافة دول أخرى لأن كل سفر لكل دولة عربية حقيقة وأنا كمدير عام للمنظمة من خلال زيارتي للمتاحف يوم ما أزور أي متحف واحدة من دول العربية وقبل شهر كنت في المملكة الأردنية الهاشمية وزورت المتحف المتحف الرئيسي زيارتي للمتحف كانت ما قرأته خلال ثلاث ساعات في زيارتي المتحف كان يضاهي عشرات الكتب لو أتيحت لي فرصة قراءته لأن كل موجود في هذا المتحف هو رسالة قوية وسبحان الله أجد أن الكثير من الأمور في متاحف العربية تتقاسم من موريتانيا من سلطانة عمان بتسميات مختلفة بأدوار مختلفة لذا البعد السياحي سيكون حاضر في هذه العاصمة الثقافية وبصحيح البعد التنافسي الإيجابي سيكون لأن أن ننافس السنة الماضية أريحة مع أربد مع بورت سودان السنوات القادمة مع الكويت مع موريتانيا كل هذا يعطي منافس شريفة دول العربية لكن يظل الهدف الوحيد والأسمة هو إظهار ثقافتنا العربية تنوع الثقافة العربية هذا التنوع الإيجابي الكبير وحقيقة واحدة من عناصر قوتنا في دولنا العربية طبعا إربد هي مش بس عاصمة للثقافة العربية أيضا فيها العديد من الأماكن السياحية التاريخية والأثرية والدينية وأنا قبل كمان يوم كنت بأمقياس بتشوف هذا التنوع بهذا المكان وصدفة هذه الثانية أيضا اختيار مادبة عاصمة للسياحة العربية فمعليك نحن اليوم نشوف الوطن العربي هناك قليل ملتهب نوعا ما في عنا الأزمات في عنا تأثيرات عالمية أيضا على الوطن العربي اليوم كيف نشوف تفاعل المثقف والقارئ كيف نشوف تفاعل الكاتب أيضا مع هذه الأزمات وتأثيرها على ثقافته العربية والعالمية أيضا نحن في دولنا العربية كما هو في العالم في تحدي تحدي كبير تحدي للمثقف باعتبار أنه هو القدوة والقدوات في دولنا العربية وفي العالم في محنة حقيقية لكن هذا يزيد علينا الدور ومضاعفة لعب الدور في دولنا العربية الأزمات موجودة حقيقة لكن لن تواجه إلا بالعلم لن تواجه إلا بالثقافة إذا نريد أن نرسل عدة رسائل في هذا واحدة رسائل للأجهال القادمة أن السلم والسلام لن يكون إلا بالعلم والثقافة الرسالة الأولى أثنين الرسالة الثانية التي نود إرسالها أننا باقون والباقاء هو بثقافتنا المتميزة التي كانت ضاربة في القدم في العالم وبالتالي بقاءها هو الناجم عن جذورها الثقافية العربية إذن نحن كعرب ثقافتنا باقية إذن نحن بهذه البعد الثقافي نريد أن نرسل عدة رسائل صحيح نعترف أن التحديات كبيرة التي تواجهنا تواجه منظوماتنا التربوية تواجه وزارات ثقافة دولنا العربية تواجهنا كستراتيجيات تواجهنا حتى في ترتيب أولوياتنا في دولنا العربية أقول أن البعد الأمني أصبح طاغي البعد السياسي أصبح طاغي لكن هذا لا يعني الانبطاح والانهزام أمام المثقف العربي عليه أن يواجه المواجهة لن تكون إلا بالقلم بالكتابة بالقراءة برافع مستوى الوعي نعم يعني ما عليك أيضا لترويه بأن إربد هي مدينة شاعر الأردن عرار وقد اختير عرار رمز للثقافة العربية من قبل المنظمة متحدث عن الشعراء ومتحدث عن الثقافة أيضا نتحدث عن تاريخ يعني نحن نتحدث الآن ولكن التاريخ مرتبط ومتجذر في كل عاصمة من عواصم الأردن وأيضا في مختلف الدول العربية هذا الموضوع أيضا قد يصلت الضوء على رفع ومعرفة معلومات عن هذه المدينة عن تاريخها عن الأشخاص الذين كانوا متواجدين فيها أيضا هو اختيارنا لعرار كان أيضا هو عدة رسائل من المنظمة واحدة رسالة أولى هي اعتراف بالجميل نريد أن نقول للآخر أن الثقافة العربية ثقافة اعتراف بالجميل للآخر وبالذات لما يكون الآخر هو المبدع والمتميز التميز والإبداع هي ثقافة يجب أن تنمى في دولنا العربية رسالتنا الأولى هي كانت رسالة اعتراف بالجميل الرسالة الثانية هي في البعد الثقافي لهذا الشاعر ورمزيته الرمزية التي أردنا أن نقول أن البقاء لن يكون إلا للأصلح والأصلح لن يكون إلا بالأشخاص الذين ساهموا في مرحلة معينة من تاريخنا مساهمة إيجابية لا للتطرف لا للشذوء لا لكل العادات السيئة وإنما لكل أمور إيجابية التاريخ لن يسجل إلا ما هو إيجابي البقاء لن يكون للأصلح وبالتالي كانت رسالتنا هي أن القدوات العربية تستحق أن ينسلط عليها الضوء كانت فرصة أن تكون عاصمة الثقافة العربية يصاحبها أيضا إحياء والتكريم هذا الرمز المتميز كشخصية رمزية لهذا العام وبالتالي هي رسالة لأجيال القادمة أن الإبداع والتميز يستحقان أن يميز بالتكريم حتى ولو تجاهلهم التاريخ في مراحل معينة نتحدث عن الأجيال والتجديد هل برأيك اليوم الخطاب الإعلامي الثقافي أو الخطاب الثقافي يحتاج إلى تجديد تحديدا بالداخل أو بالخارج إلى تغيير النظر إلى الثقافة نحن اليوم نرى العديد من الكتاب الشباب يبرزوا كتاباتهم أو موهبتهم بطريقة غير تقليدية كما تعودنا عليها في السابق لغة مبسطة ممكن في بعض الأحيان اختلاف بالضوابط تحديدا والرسالة للآخر قديش مهمة هو هذه سلعة وموجهة لمستهلك علنا أن وجه المستهلك ما يستهلك لذا اليوم الشارع العربي نتيجة الوسائل الحديثة نتيجة للسرعة والتسارع في الحياة يلزمنا كمبدعين أن ننتج لهذه السرعة وبالتالي الإبداع اليوم يجب أن يكون في ظل خصوصية معينة لكن هذا لا يعني الإمحاء ولا يعني فقدان الهوية علينا أن نحافظ على هذه الهوية وفق ضوابط علمية لكن هذه الضوابط العلمية ستبقى موجودة لكن علينا أن نغير الرسالة لأن أيضا إذا ما غيرنا الرسالة لن تصل رسالتنا أصلا إذا نحن اليوم مخاطبين في علاقتنا بالأجيال أن لا تكون علاقة تصادمية العلاقة اليوم بين الأجيال للأسف تقرأ علاقة تصادمية نحن نريد أن تقرأ هذه العلاقة علاقة تكاملية التكاملية بين الأجيال هي المطلوبة اليوم في الرسائل التي يرسلها المبدع للإجيل القادم حتى في البعد الأسري اليوم الحوار الأسري أصبح عنده الكثير من الصعوبات لأن الأب والجد يعيشون في برج عاجي الإبن في سرعة وتحرك كبير جدا لوسائل الاتصال وبعلاقات مفتوحة مع الآخر لانفتاح مع الآخر كجيل والانغلاق عن الآخر كجيل يلزمنا كبيت عربي أن نتحاور لأن إذا ما تحاورنا سنخلق أجيال قادمة علاقة معها علاقة تصادمية وهذا يلزم منظوماتنا التربوية وبعدنا الأسري أن يراعي هذا لأن في بعض بيوتنا العربية الآن للأسف في واحد قال لي من بيت بعض العربية قال نحن الآن من أزل أن ننزل للغذة نبعث مساج داخل البيت إذن الآلة أصبحت مسيطرة وهذا يفقد العلاقة التواصلية لا أريد أن تكون العلاقة السلطوية لكن تريد أن تكون العلاقة الشارقية هذا يتطل من الأب والأم التفهم والنزول على الإنغلاق لكن أيضا ليس الانفتاح المطلق لذا المنظوماتنا التربوية في الدول العربية عليها أن لا تكون منظومات تلقينية عليها أن تكون منظمات منمية لقدرات أبنائنا في المستقبل على الاختيار واختيار الأحسن لأن ثقافة المخدرات ثقافة التطرف هي ثقافة مفتوحة في الإنترنت كيف الطالب الإبن الآن يمتنع الامتناع هو تمنية قدراته الذاتية ليختار الأحسن والأفضل وهذا لن يكون إلا بالمناهج التربوية التحدي الآن أمامنا كدول العربية هو أن تنجح منظوماتنا التربوية ينجح المعلم ويصبح قدوة تنجح المدرسة والمحيط المدرسي ينجح البيت كبيت حاضن للمبدئ العربي صحيح يعني معليك الخطاب أصبح مختلف نوعا ما ويجب دائما مواكبة ما يحدث ومواكبة أيضا التطور الذي يحدث بشكل عام نعود إلى إربد عاصمة الثقافة العربية ونتحدث عن الأنشطة والفعاليات لهذه المدينة خلال عام 2022 هذا المشروع ما هي الخطط خلال هذا العام هذا العام سيكون ببرنامج ثقافي حافل ينطلق غدا برعاية سامية وهذه الرعاية إن شاء الله أعطات لهذا الحدث التمييز وهذه فرصة أشكر المملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا على هذه الاستضافة وعلى حسن الإعداد لهذه التظاهرة وعلى البرنامج المتميز الذي تم إطلاعنا عليه كمنظمة وسيكون برنامج سنوي في عدة محطات ثقافية سواء محطات ثقافية التي تقيمها الأردن أو تقيمها بالشراكة مع بعض دولنا العربية والحضور لهذه الفعاليات وبالتالي هي سنة من العمل الثقافي المتميز لإيصال الرسالة الأردنية إلى الدول العربية وإيصال الرسالة العربية إلى الآخر أننا كعرب منفتحين على الآخر عندنا ثقافة نحتفظ بها احتفاظنا بثقافتنا لا يعني الانغلاق وإنما الانفتاح لكن ببعاده التي نتحكم فيها ولا يتحكم فيها الآخر بدنا نشكرك معالي الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نورتنا وشكرا جزيلا وأنا سعيد بهذه الموجودة معاكم في هذا البرنامج المتميز وبتألقكم وصورة للشباب العربي أنهم يتألقوا مثلكم شكرا جزيلا أنا سعيد شكرا